اشتركوا في القناة ومن المضحكات المكيات ما سمعناه من حديث أو تغريدة أو ما قاله رئيس البرلمان الحالي عن هذه المناسبة حيث قال في عيد العمال العالمي سأقرأ لكم ما قاله بالنص في عيد العمال العالمي تحية تقدير إلى عمال العراق وسواعدهم المخلصة التي تنجز العمران وتحقق الإنتاج تنجز العمران وتحقق الإنتاج بغية النهوض بالوطن وصناعة المستقبل نتطلع إلى دور جديد لهم في تحقيق التنمية والازدهار هذا ما قاله رئيس البرلمان الحالي يقول هذا هو يعلم أن نسبة البطالة في نهاية العام الماضي قد تجاوزت 45% بين الذين يستطيعون العمل في العراق والتي أعمارهم محصورة بين 17 إلى 45 سنة ذلك في قمة القدرة على العمل نسبة العاطلين عن العمل في هذه الفئة العمرية أكثر من 45% هذا باعتراف عدد العمال العاطلين عن العمل بشهادة اتحاد العمال العراقي الآن 15 مليون عامل عدد العراقين الذين تحت خط الفقر أكثر من 13 مليون يأكلون من المزابل هذا يعرفها كل رئيس البرلمان الحالي يتحدث عن صناعة وعن عمال العامل العراقي الإنسان العراقي مبدع شغول حب العمل لكن عندما توفر له فرصة عندما توفر له فرصة للحياة والعيش والبناء والازدهار في العراق يعرف رئيس البرلمان وتعرف كل أطراف العملية السياسية يعرفون أنهم ما جاءوا للبناء ولم يأتوا لازدهار العراق جاءوا لخراب العراق ودماره بمشروعهم هذا المحاصصات الطائفية والقراب والدمار والتفرقة والأسى والفساد والخراب هذه الحقيقة يقول ويعلم أن شعار صنع في العراق الذي رفع الكاظمي قبل أيام هو شعار قديم رجع رفع الكاظمي ويعرف أن هذا الشعار الذي رفع الكاظمي مجرد ظاهرة صوتية ليس أكثر ويعلم أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي العراقي أقل من 1% بعد أن كانت قبل عام 2003 رغم الحصار الذي مفروض في العراق المدى 13 سنة وهو يعرف جيدا وهو مهندس كانت أكثر من 12% إذن من هو المسؤول؟ عدد المشاريع المسجلة في اتحاد الصناعات العراقي فيها 54 ألف مشروع إضافة إلى 21 ألف مشروع لدى مدرية التنمية الصناعية المسؤول عن اتحاد الصناعات العراقي يقول أن 92% منها معطلة من هذه المشاريع بسبب عدم المقدرة على المنافسها أولاً وسنتحدث عن ذلك لو شما يستطيعون يتنافسون بالإنتاج عدم موجود بيئة بيئة أعمال هامنة عدم موجود بناء تحتية مساندة الصناعة تحتاج مثل أي خدمات تحتاج إلى بناء التحتية هذه البناء التحتية قد انتهت المعامل كلها دمرت كان لدينا 178 ألف معمل تعمل قبل عام 2003 كلها نهبت ودمرت وخربت ونقلت الكثير من هذه المعامل الكبيرة نقلت آلاتها إلى إيران نقلت وسرقت وانتهت يتحدثون عن عمار ويتحدثون عن صناعة وأن بناء أي بناء وأي صناعة بلد مفتوح على الاستيراد حجم الاستيرادات مالة هائلة أكثر من 50 مليار بس استيرادات من إيران وغيرها سنوياً ونسبة القمارك عليها لا تتجاوز الواحد ونصب المية نسبة قليلة فبالتالي تأتي بأسعار رخيصة لا يستطيع أي منتج حتى على مستوى القطع الخاص أي معمل على مستوى القطع الخاص أن ينافس هذا الانتاج الذي يغرق السوق فلا حماية للصناعة العراقية ولا حماية للزراعة العراقية ولا حماية للمنتوج العراقية وبالتالي هم يسهمون في خراب البلد في تحويل البلد إلى بلد مستورد وتحويل أهل العراق إلى مجرد مستهلكين شعب يستهلك وينتهي يأكل وينام هذا هو المطلوب من عنده ويتحدثون عن بناء ويتحدث رئيس البرلمان الحائلي عن عيد العمال الذي يفخر به والعمال الذين يبنون أنتم لا تطوهم فرصة للبناء التخصصات للصناعة العراقية في الموازنة العراقية لا تسوي شيئاً يكفي أن نقول أن موازنة الحشد الحشد الشعبي فقط أكثر من موازنات وزارات العدل والصناعة والثقافة والموارد المالية والتخطيط والخارجية وغيرها فقط تسليح وقضيتين يهتمون بها فقط فقط قضيتين هي يخصصوا لكل الأموال لأنها فيها حياتهم قضية الأولى الأمن سلاح وميليشيات وقوى هذه يجب أن تتسلح لكي تحميهم وقضية النفط الاستثمار في النفط لكي تأتي الأموال تدر عليهم أموال أكثر لكي يسرقوها أو فساد وبالتالي لا صناعة ولا هم يحزنون والبلد من خراب إلى خراب وعيد العمال للذين يعملون من العراقين المساكين الذين يبحثون عن فرصة عمل وطوابرهم طوابر العاطلين على العمل تمتد إلى مسافات بعيدة ويوميا تظاهرون في كل مكان يبحثون أصحاب شهادات وغير شهادات كلهم يريدون أن يعملوا عدد الموظفين عندنا أكثر من خمس ملايين موظف لا يعملون أكثر من ثمان دقائق لو كان عندنا مصانع ولو كان عندنا معامل تحولت هذه الأعداد الكبيرة إلى العمل في هذه المصانع لإنتاج شيء والعراق يصنع فعلا ما ينتجه ويكتفي ذاتيا في كثير من صناعاته وقادر كان وكان يصنع كثير من هذا وكان يكتفي بكثير من إنتاجه لكن هذا وضع السياسات هذا وضع الخراب والدمار الذي جاءت به العملية السياسية والذين جاءوا في إثر العملية السياسية وما زالوا رعااتها وما زالوا خدمها وأجراءها عند الأجنب أترككم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة